خوتي مغاربة السلام عليكم اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 عرفتوا بلادنا حاولوا تفهموا غادي تسطاو والله ما بتحاولوا تفاهموا ولا قاعدوا تفاهموا أمينة تحيطر انفيصالية لي كالطالب باستقلال صحراء على المغرب لي تصف القوات الأمنية بقوات القمع وكتقولها علانا لي كتقولك تصف بلادنا بالمستعمير ماذا أقول لكم أقدح النعود والسيدة عيش معنا كيلي غاديقول لك هذه الديمقراطية يا ريت هذه الديمقراطية وقالها دي النورفج السيدة كتطالب من قعد دارنا بالنفيصال كتنصق مع الجزائر كتنصق مع البوليزاريو كتوصل بالفلوس بخلالة ماديرا ولا شي واحد يقدر يشيلها غير بأصابيع تهم ماشي ديمقراطية مقدينة شعلها لأن نفشلنا في تسير بحال هاد الناس هادو نمشي السلطناخية في بوشدور كتخرج عند البوليس كتعرق لهم ما كتخلي فيهم غير الإنسات وغير السلطة التحت ويأولاد يا هادو 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 نحن نديره غير واحد فرمية الشي بوليسي بحلقك ولو هذي مقلة الأذب ولا مقلة الترابي ولا اللي بغينا يسيبطق بعشر سين لحبس واحدين خرجوا غير حتشجوا على اللقاء حلقه ورسم أمام وكيل المالك ووكيل المالك سيبطهم واش نحن نسوا سيا أمام القانون هادو واحد السيد كان في أمريكا اللي عنده واحد الإعاقة خاصة في رجله هاد السيد كان فيك يدير فيديوهات كيعرق الجلالات المالك ما كيخلي فيه اللي ينسى سبان واشيحويش خيبين ما خلي ما دام حتى واحد النار كان تلقاه هنا في أقادير معايا خدام معزاز مكرم واعطاه واحد تعالوا فيهم زيان وما كيش لقدر يقص فيه ولا شي واحد يدوي معاه ولا شي واحد هاد السيد اللي كان كيقول النهار ندخل المغريب أول حاجة ندير هي نمشي اللي مليك ندفل عليه تلقيتو هنا معزاز مكرم وهذا ولا هو سيد نحن اللي كان ناضلوه من أجل الوحدة الترابية ولا إحنا اللي وطنيين نحن كيف كون شيل مغاربة كيجيو هدو كيبليو أسيادنا نعطيكم آخر حاجة اللي وعلى اللي هدي علش درت هذا الفيديو علي سالم تيمك هذا تهو انفصالي هذا من الكاليبر دي الأمينة تحيضرته هو عنده واحد جمعية حقوقية اسمتها كوضيزة وهاد كوضيزة تهي كدوي على الصحراء الغربية تهوما كيمشيوا الجزائر كيمشيوا التيندوف كيرجعوت نسيقات متواصلة ويصفونا المغرب بالمحتل يصفونا القوات الأمنية بالقمعية ما خلوا ما تصفونا عرفتوا هاد سيد هاد سيد والبارح شدته أزمة صحية في قلميم ومشاك يتعلش في المستشفى العسكري عفاكم معزز مكرم وهاد سيد والأدوية وراه باقي ناس اللي حد الساعة راه هو في المستشفى العسكري دي القلميم كي يرتاح مع رساتهم بعد منجحات للعملية والأسكار دينا هما اللي كيتهلو فيه باش صحيح توته اللي بخير وعلى خير الله يعطيه صحاوطة واللي العمور عرفتوا شحال الناس من الشعب في قلميم كتموت تمام شحال الناس مقهورة مقدرش تدخل ذاك المستشفى العسكري شحال الناس كي ضربوا الطريق باش يجيوا اللي هنا يا السبيطار حسن تاني وحشو ما مقشكاويت نقول ذاك حسن تاني لأن ذاك الاسم كبير على ذاك السبيطار المهم شحال الناس اللي هما وطنيين ناس اللي كي بغيوا بلادهم كيموتوا على بلادهم شحال دي الناس اللي ضحاوا من أجل هذا البلاد من أجل هذا الوطن مكرفسين مقدرش يعلجوهم في مشفى العسكاري كي يجي انفيصالي كي يجي واحد اللي كي آمن بالبوليزاريو اللي بغي استقلال السحرة وكي يعلجوه معزاز مكرم يقولوا لي يا فكي الخالد واش هذا الضعف من دولة هل هذا المريض بعدها اول ان تستطيعون سرقن جزء سير اخوية تعالج عندهم يلا هذية 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 غير حاجة منه سير لتين دوفر عندهم في صبيطار ويعالجوك كنتك بغيت استقلال وانت معاكم سير اخوية نزاق لك طيارة ندوقع في طيارة سبيسيال وصير عندهم أخوية ويعالجوك لماذا تتعالج في سبيطار عسكاري؟ لماذا تتعالج المسجفى مداني؟ لماذا تتعالج في المسجفى العسكاري؟ نحن نعافي بأن السيفيل عندما يتعالج في المسجفى العسكاري إلا وراء واحد المتياز كبير ومتياز لديه الواحد السيد الذي يطلب باستقلال الصحراء أعيقته شي شوية القوات المسلحة الملكية أو السلطات العمومية ديال البلادي هذه أعيقته فهذه يتبقى وثاني في الزب هذا ما تقولون تريدون أن تعيشوا بخير ومعزازي مكرمي يميدوا معكم تواهد يكونوا انفصاليا إلى كتن الصحراء يكونوا جمهوريا إلى كتن الشمال يكونوا طالبوا باستقلال الريف وطالبوا باستقلال الدكالة لا يميدوا معكم وهذه بلاد عفاكم يا أيها المسؤولون هذه رسالة لكم الله يرحم لكم الوالدين نكونوا غير سواسية أمام القانون نكونوا سواسية في عينكم نكونوا سواسية كنا كمواطنين من تنجح تل الحدود المريطانية نكونوا بحل الحال لا فرق بين عمرو ولا زي العافكم وهذه ديال التامك هالا سلطان أخيه كتسب البوليس ها أميناتو ها نعطيكم الأمثلة لا يستطيعون ولا شيء واحد يقدر أن أعطيكم غارعة وثاني مثال صغير طالبوا شيء واحدين انفيصاليا من أقلي من الجانوبية لامتيازات اللي عندهم يعلنون جهرا انفيصال كيقول لك احنا ما بغيناش المغرب المحتل المغرب لدير امتيازات اللي عندهم هنا في أقاديا لا في بعض المدارس الخاصة ولا في الجامعة مكيناش عند عموم المغربة دراري ديال التاطا مساكلة من ايكايجية ولا دراري ديال محمد الغزلان ولا دراري ديال ما عد فيه ما عندهم لديك الامتيازات ايوى عيقتوا والله يتعيقتوا الله يذير لي فيها الخير غير واحد حاجة ما تحاولوش تفهموه رح يلابو تتفهموا غادي تتسطو في هذا البلاد هادي